ما كسب بابي جرامي فيه تصريح تلعلك لوحده وصحح لي هو صحه ولا غلط قلت ان البطولات دي وان مستر أولمبيا مش خاضعة لرقابة المنشطات التصريح ده قلتو اه مش خاضعة الكلام اتحور زي ما كلنا عارفين انك بتقول ان اللي يكسب فيها او اللي بيشتركوا فيها بياخدوا منشطات يعني العضلة دي مش حقيقية بالمنشطات والفق ما بيخضعوش للتحليل فرامي او غيره رامي او غيره مش حيقدر ان هو ما ياخدش منشطات مش هيقدر ما ياخدش منشطات مش هيقدر يعني لازم ياخده ما هم ما هدين منافسة ما فهمنا عشان احنا في العضلات مش منافسة دي منافسة شرسة جدا وما بيخضعوش للتحليل فهو حيعمل ايه يا وبعدين دي حياته وده رياضته وده كفاحه وده كفاحه طب حضرتك انا هقول لحضرتك على حال المحترفين بنقوله ان هم بياخدوا هرمونات مش كده مظبوط مفيش حد في العالم كله قبل ما بيخش الجيم يسأل المدرب ان عايز اشترك بيقولوا ما عايز حقا انا الاول على فكرة طيب هل كل اللي خد منشطات بيعمل عضلات لا اللي ما بيعملش عضلات من غير منشطات مش هيعمل عضلات بالمنشطات فهي اصلا يعني بيجرامي عنده موهبة عالية جدا اوي والمنشطات تلعب دور والمنشطات ممكن تلعب دور في المساعدة في الحيط اللي هو فيها طب في المنفسة الشرسة اللي هو فيها فهمه ما بيحللهمش هو يروح يقول لهم اه سوري انا ما بيحبش المنشطات هم اصلا ما بيحللوش فمش مضطر يقوله طب انت الخبير واحنا اللي بنسأل دايما اهل التخصص هم اللي يقولولنا لما بتكون العضلة بحجم بيجرامي انت كخبير بقى بتقولي 11 بطولة على الخفيفة وما لو عدتقين هتاخد ايه 55 بطولة ما شاء الله انت كخبير تقدر تقولي العضلة دي او عضلت غيره اه واخد منشطات ولا لا يعني دي لا مش خلقت ربنا مش انا بس اي حد متخصص لا مش انا بس كل الناس تقدر تحدد ده واخد منشطات ولا لا عشان كده بتقولي لازم ياخد منشطات طبعا اه